هاو القدوية مش عامل ايهم والله بس انو حقهم بطير غالي ما عامل ايهم والله هالدواء مقطوع هالدواء ما جابوا منه بعد هالدواء غالي وسعره ادمعاش في بديل سيناريو يتكرر يوميا في الصيدليات بين الصيدلي والمواطن الذي لم يكفه هم مداء ليزيد الطين بلي عدم وجود الدواء انا مريضة سكرة وضغط وكوليستيرول وجوزة كمان في اشياء ما عامل ايهم نجيب بديل عنا واشياء غالية ما نجيب شيء ارخص اي اي كله بيتوصع ليه وبينجيب بس الاسعار كتير يعني اكيد للوالدي بس نكون عام نقطع له هذا بس ما عامل ايهم فعم نطر نشريرها هنا من السوق السوداء ليسوا الوقت عصيدة مثلا بكونوا مثلا نسكنوا من بيروت ليسوا الوقت عصيدة غلاء الدواء بفقدان الدواء الشرعي الذي يفترض ان يدخل الى لبنان عن طريق الوكلاء المرخصين وبما ان البلد فلتين تدخل الى اسواقنا ادوية عبر بعض التجار غير المرخصين الذين يغرون الموطن باسعارها المتدنية الا ان تداعياتها على الصحة قد تكون خطيرة اليوم نحنا مشكلتنا انه معا من ام ينداول المريض وبالتالي المريض يتحول الى السوق السوداء مرغما فبالتالي ويجببنا اليوم كلنا انه نأمله الدواء اكام في الصيدليات او في المستشفيات يكون الدواء الجيد هو فقط المتوفر للمواطن ولا الصيدلي وبمتناوليات المريض انا مش عام نحكي عن الدواء الفردة مش عام نحكي عن المريض مع بلاقي دواء سرطان عام بيروح هو شخصيا الى الخارج او احد اقار ويأمل له الدواء نحنا عام نحكي عن الشبكات المافيا اللي هي عام بتهرب دواء وبتدخل الى لبنان الدواء عبر كل المعابر وما حدا عام بيقلة وينك اكترية الادوية عام توصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي الانلاين والفيسبوك في اليوم عام بيكونوا موجودين بعدة محلات بين بالشنة باماكن ببعض المستوصفات بعدد امكانه غالبية هذه الادوية تكون اما قد نقلت بطريقة خاطئة او انها مزورة او متلعب تاريخ صلاحيتها وقد تكون قاتلة خاصة مع عدم وجود اي مصدر لمراجعته في حال وقعت الواقع معاناة السيادلة مع الادوية المهربة هي لا تكتصر على السيادلة بل مش للأساسية هي بالنسبة للمواطن اللبناني لانه الدواء المهرب هو اغلبيته عم بيكون دواء مزور او دواء منتهي الصلاحية وعم بيتلاعب بتاريخ صلاحيته او دواء محفوظ بطريقة خاطئة وباغلب الاحيان هذه الادوية عم بتكون اسعارها مضاعفة عن السعر الحقيقة فبالتالي المشكلة هي مشكلة المريض ومشكلة المواطن مع الدواء المهرب وليس مشكلة السيادلة يمكن السيادلة اليوم لانه هو على احتكاك مع المباشر مع المريض هو والاخصاء الاول بموضوع الدواء هو الشخص اللي عم بيتلقى المعلومات من المريض عن المضاعفات اللي عم بتصير من وراء تناولهم الادوية المهربة ماذا عن الاجراءات التي تتخذها نقابة السيادلة نحنا كسيادلة نحنا اللي فينا نعمله هي مراقبة السيدليات وصلحيتنا تقتصر على السيدليات والسيادلة المنتزمين بصرف فقط الدواء المسجل في وزارة الصحة والدواء الجيد هلأ بتقليلي احيانا بعض السيدليات لانه الدواء بيكون مقطوع بيأمنوا الدواء غير مسجل عم بيكون اغلب الاحيان اما بامضة وزير او بعض المخالفات الضئيلة اللي نحنا عم نتعامل معها بالطريقة الانونية والمسلكية في النقابة ولكن برجع بقلك السلطة هي للدولة تترائب الحدود تمنع دخول الدواء المهرب وبنفس الوقت انه نأمن دواء البديل نأمن دواء جيد للمريطة ما يتحول للسوء السوداء شكرا دولتنا المصونة فصار اللبناني هالأيام مستعدا ليقبل بدواء يمكن ان يتحول سما فالموت بات ارحم هالأيام اشتركوا في القناة